خلينا ناخد مداخلة كده احد نجوم الفريق الحقيقة يعني هرب مننا النهاردة وعرفناش نجيبه معانا عبد الحليم عبه نجم الفريق اهلا بك يا كابتن. اهلا انا ازاي كابتن عيسن. انت يعني يعني بعدت عنا النهاردة كنا عايزين نجيبك في الاستوديو يا كابتن. والله انا يعني بصراحة نفسي اكون موجود معك بس يعني اليوم الاجازة عندي بيبقى صعب شوية ده تاني مرة اقرب منك يعني فان شاء الله متعوض الله طلبك. مش هتهرب تاني يا كابتن العيب. لا ان شاء الله بإذن الله الخير بإذن الله. انا تحت غمرك الله. ربنا يا خليك. حداكم اللعيب يا رجالة ويمكن كان قبل ماتش الزمالك الاخير. مش هكلم على ماتش الدور الاول. يمكن دور الاول كان ضغط اكتر شوية من الدور التاني. ولكن الدور التاني. احنا يعني بعد ماتش طلاع الجيش. احكي لعملتوا ايه في الاسبوع ده عبد الحليم. والله الحمد لله يعني ماتش طلاع الجيش ده كان يعني يعني مع تفوي اكيدا لنا يعني احنا كنا مش تعدين الماتش بس الماتش يجي في ظروف مش مكناش متوقعين. اه طبعا اه نكتصى الماتش قبل نهايه وماتش بنقل وزا مالك ماتش الكمة ده بيخلي اللعيب عندها دفعة قوية اصلا. دفعة قوية انها تبدأ تركز في ماتش النهايه وتفتكر الأخطاء بتاعيتها بتعطي الماتش اللي فات. فطبعا احنا كنا عندي كلنا ثقة ان احنا الماتش ده بتاعنا وكانش فيه ايه كان فيه ضغوطات اهو كل حاجة بس كنا عارفين ومتأكدين مئة في المئة ان احنا داخلين نكسب. هو ده النادي الاهلي والداخل يكسب الماتش. طب عيب بقول انتو انتو خلال الموسم يعني للأسف الفرقة ضربتها كورونا بقوة مرة اولة وتاني مرة تانية سواء في الجهاز او اللعبين. اتعملتوا مع ده ازاي وبعد العودة بقى وانت طبعا راجع وفتنسك مش مش كويس وبحتاج تبتدي من الاول. كلمني برضو عن الفترة دي. والله اه كابتن ايسم هو السنة دي كانت اصعب سنة عليها في حياته وانا موجود في النادي لها للصراحة يعني كان عندي مشاكل كتير اوي كان الحامدلله يعني كان مرض واندتي وكانت اتوفت الف 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 سلامة والبقاء لله يعني. واجال كورونا وبعد كده النادي ماشي فكابتن ميده طبعا موسم زي ده في صعوباته فكان لازم يكون موجود بدايل يعني جاب بالمحترف كريزمير فده كان حاجة كويسة بصراحة يعني فاحنا طبعا كنا فرق كويسة مع بعض يعني مفيش اي ضغوطات بيننا وبين بعض. فانا كانت ظروف السنة ده اصلا يعني بره كورونا وبره الموسم اصلا انا كن يعني الحمدلله ان انا برت ان انا بكون موبود معهم وبساعد معهم يعني في السنة دي يعني. واكيد دعم الجهاز الفني فرق معك واحنا كمان بنادعمك لان انت طبعا لعيب كبير. الحمدلله كابتن هيسم والله يا رصي يا ظروف السنة دي كانت صعبة عليها بصراحة يا كاب ظروف صعبة صعبة يعني بس الحمدلله يعني النادي الاهلي في رجالة وفي لعيبة ويعني ده ده اللي موجود في النادي الاهلي يعني حاجة كده بتبقى كل ما مع بعض يعني. طب جاهز للكاس عب ولا لا? ايه? جاهز للكاس? جاهز لمشتات الكاس مبارات الكاس? لا 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 بإذن الله يعني هو ماشي الزمالك اصلا يعني ماتش ياهل والزمالك ده بنسى كل يعني بنسى اي حاجة يعني ماتش ياهل والزمالك ده يعني مالوش علاقة بماضي بقى كورونا مش كورونا مش مشاكل مش مشاكل لا 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 ده أهل والزمالك ده حياة تانية خالص ولعبة تانية خالص. فان شاء الله بإذن الله برضو بنقعد جمهور النادي الاهلي اني ماتش كاس برضو في الجزيرة الجزيرة ده. بيجيب الكلام بالفعل ان شاء الله احنا احنا قددها تامين بكرة وجاهزين بإذن الله للمشاكل الجاي. ان شاء الله يا عبو خلي بالك يعني انا الفرقة اللي بيعجبني فيكم بامانة ان انتو بتستنوا مبارات القمة دي يعني ايه مستنيينها مش اللي هو يعني لا يا رب تتأجل لا ما نلعبهاش لا ده انتو بتستنوا المبارات دي عشان تمتعه جماهير النادي الاهلي بالبطولات وبالاداء. لا طبعا ده احنا اكتر يعني اكتر مشات مهمة بيبان فيها روح الفريق واللعب الرجالة والسكة والمستوى هي المشات المهمة لان المشات اللي هي العادية دي تبقى اللعب عارف داخل اللقاء مفيش ضغطه يعني مفيش ضغطه مفيش آآ ضغوطات من النادي فالمشات ان احنا تبقى المشات دي هي اللي بتتعبنا فعلا يعني. صحيح. بيروح منها شرط فكام بقول الامن متى ببقى بداخل مراكز عافل بقى نهاية دوري او نهاية كاس او ضغوطات مهمة فبتبقى داخل خلاص تفكيرك كله وتركيزك كله على الكاس على الدوري هو ده 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 اللي حساس بتاع النادي الاهلي. ان شاء الله كابتن عبد الحليم عبو نجمي الفريق بشكرك شكرا جزيرا.